اشتركوا في القناة قبل ما اتكلم في اخبار شوت في عندنا اخبار مهمة رح نناقشها بس ما نطول رح نتكلم بس كلمتين عن الاتحاد وعندنا فاصل كامل و جزء كامل عن الاتحاد ونبغر أعطي حقها بالتفصيل عشان الجمهور الاتحادي يستمتن لكن قبل شوية كنا نتكلم وقلنا ان الاتحاد وسع صدرنا اليوم بصراحة يعني ما عمري شعرت بصراحة الكرة السعودية كانت بحاجة الفوس وانتصار على المستوى الدولي والخارجي زي ما حسيت اليوم وبالذات امام شرق آسيا امام الكرة اليابانية والكورية والصينية وهذه الفرق اللي فترة من فترات حسين انه فيه فرق كبير بيننا وبينهم اليوم الاتحاد عاد شيء من التوازن يعني ما نفغى نبالغ في الفرح لانه فيه مبارات اياب وامام فريق قوي لكن الحزن والمهسر والخسائر والكرة السعودية تخلينا اليوم نفرح ونستغل الموضوع ونفرح فيه زيادة على زوم لكن قدم الاتحاد مبارات اسعدت جميع السعوديين بالكان ابو احمد والله كأنك كنت في غيبوبة وصح صحت كده ووجدت انك في عالم اخر بامان يعني من فترة طويلة جدا لما نشاهد منتخب السعودي او فريق سعودي يلعب بهذا الاداء المتوازن بهذا الاداء الجميل المرتب تشعر بالفعل ان فيه ثقة كبيرة جدا لتحقيق الفوز رغم الهالة الكبيرة جدا التي وحيطت بفريق الكوري وهذا ايضا جيد انك تحيط الفريق المقابل بهالة لكي تكون على اهبة الاستعداد الحقيقة اليوم يعني مدام قلت باختصار يشكر اللاعبون جميع على هذا الاداء الجميل المقنن يشكر الجمهور على هذا التفاعل جميل جدا وصراحة شاهدنا كرنفال جميل جدا نتمنى انه يكون هذا بداية لانطلاقة حقيقية وقوية للكورة السعودية بشكل عام من خلال الاتحاد ان شاء الله في المباراة الياب تستكمل هذه الفرحة بالتاحل كبتك خالد انا اقول استكمال سيد ابو أحمد على انه الاتحاد ظهر بالوجه الحقيقي للكورة اتحادية حقيقة شاهدنا فريق منظم جميل فيه فكر داخل الملعب عنده نظرة وش هيعمل اليوم وان شاء الله تستكمل باذن الله ان شاء الله في مباراة الاياب باذن الله تكون ان شاء الله الاحتفال ان شاء الله اكبر ان شاء الله طيب احنا قبل ما نتكلم في شيء تحية للجماهير الاتحادية والجمهور الكرة السعودية في احده الفقرة محلها اللون يا ايدي محل شعارك محل شعارك 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 محلها اللون ايدي محلاه اي والله الله يرعاه اي والله ايدي محلاه اي والله الله يرعاه اي والله ايدي الحالو اتاوي حب الحالو محلى اللون يا لدي محلى سعارك محلى سعارك محلى اللون يا لدي محلى سعارك وحلا جاء لجلها اللون يعدي إن كل جاء لك إن كل جاء هذا بس تسخين كده الانتحاري وراح نرجع نتكلم بالتفصيل